لا يمكن القول أنه الدول العربية جاهزة بالوقت الحاضر للأوبئة القادمة لا زال هناك فجوة كبيرة جدا بحاجة إلى ردمها في نقاط متعددة الحقيقة ربما من ناحيتي أشدد على إشراك المجتمع مع الجهات المسؤولة في الحكومة والدولة وخاصة وزارة الصحة وغيرها لأن الصحة ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط الصحة مسؤولية كل شخص في البلد كل مؤسسة في البلد يجب أن يشترك الجميع وإلا ستكون خسارة يمكن العلامة الفارقة بين الدول التي نجحت في الاستجابة والدول التي تلكت إلى حد ما في الاستجابة هو مدى قدرتها على جلب الناس إلى جهتها ولهذا من الضروري جدا جدا في قابل الأيام هو العمل بشراكة حقيقية مع المجتمع عموما مع مؤسسات المجتمع المدني مع كل الوجهات بالبلد في كل ناحية من النواحي ضروري إشراكهم في صنع القرار لأنهم بالأخير هم المسؤولين وإلا لاحظنا أنه خلال هذه الفترة بعض الدول للأسف لم تكن موافقة جدا بالاستجابة وعلى هذا الأساس ينبغي العمل النقطة الأخرى يمكنني أريد أشير لها أيضا هي قضية موضوع الناس المتخصصين بالصحة العامة وناس المتخصصين بالوبائيات لاحظنا خلال هذه الفترة مدى دورهم الكبير بالعمل وأعتقد أنه الاستثمار في هكذا كوادر من الضرورة بما كان ليس فقط من الناحية النظرية وإنما الحصول على ناس مؤهلين للعمل في الميدان وأكد على هذا الموضوع لأن الحقيقة نحن كثير من البرامج المعنية بتخريج أطباء في اختصاص الصحة العامة للأسف يتم من خلال المواد النظرية وكثير من الدول فشلت عندما ذهب هؤلاء الزملاء إلى أرض الواقع إلى أرض العمل هناك بعض التلكؤ حصل فالعمل يجب أن يكون جاد لتخريج ناس متخصصين في مجال الصحة العام قادرين على العمل الميداني وبالتالي التهيئ للجوائح لا سامح الله القادمة أو حتى التفشيات البسيطة في داخل المجتمعات أيضا وهناك أمثلة كثيرة بالعالم التي نجحت في هذا حدت من انتشار الأوبئة بشكل كبير برأيك أن الموذج الأفضل أي دولة في العالم في دول كثيرة بسألوا لكنه اليوم حقيقة كنا نتحدث أنا والأخ الدكتور هيتم تايلند واحدة من الأمثلة الرائعة في هذا المجال في أدنا آيسلند في نيوزلند في أستراليا في كثير من الدول قدمت نموذج ممتاز في الوطن العربي يعني وليست مجاملة في بعض الدول أثبتت نجاحها في بعض دول الخليج الأردن على سبيل المثال هناك نوع من التشاركية الواضحة بين الدولة وبين الشعب بالنتيجة حصلنا على كما نلاحظ بالأردن على سبيل المثال نسبة التغطية بالتحصيق باللقاح قريبة إلى 60% 57% إلى 50% نسبة متميزة قياسا إلى كثير من الدول العربية اشتركوا في القناة